تحسن ترتيب الأردن عالميا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2016 أربع درجات بحسب تقرير للبنك الدولي صدر اليوم وبين التقرير أن الأردن جاء بالمرتبة الثالثة عشر بعد المائة من بين 189 دولة بالعالم بعد أن سجل المرتبة المائة وسبعة عشر في تقرير عام 2015 كما تشير البيانات وعربيا أظهر التقرير تحسنا في المؤشرات لمعظم الدول وجاءت الإمارات في الصدارة وحلت في المركز الحادي والثلاثين عالميا والمركز الأول عربيا كما نشاهد البحرين ثانيا في المركز الخامس وستين عالميا قطر المركز الثامن وستين عالميا عمان في المركز السبعين عالميا المركز الرابع عربيا تونس أربعة وسبعين عالميا وتشير البيانات أيضا إلى أن المغرب 75 عالميا السعودية 82 عالميا الكويت 101 عالميا والأردن جاءت في المركز التاسع عربيا وال113 عالميا وحول ترتيب الأردن في مجالات تحسن أنشطة ممارسة الأعمال فقد تراجع ترتيبه في ستة مجالات ونلاحظ هذه المجالات كانت بداية الأعمال في عام 2015 كانت بمرتبة 86 2016-88 نلاحظ انخفاض ضفع الضرائب 2015-86 2016-88 تسويات حالات الإعصار 86-2015 وفي المرتبة 146-2016 نفاذ العقود 114-2015 و2016 كانت 126 وحماية الأقلية من المستثمرين كانت 154-2015 و163-2016 والحصول على الخدمات الكهربائية بعام 2015-44 وفي 2016 كانت 56 في حين أظهر التقرير تحسن ترتيب الأردن في ثلاث مجالات وهي إصدار ترخيص البناء كما نلاحظ 2015 كان في المائة 126 نلاحظ ارتفاع للـ 103 في 2016 تسجيل الملكية كان 107 في 2015 98 في 2016 التجارة عبر الحدود في المرتبة 54-2015 50-2016 وأخيرا نلاحظ استقرار في الحصول على الاعتمان في 2015 185 و2016 أيضا 185 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة